والله الحقيقة احنا سعداء باجتماع الاخوة في هذا الوقت المتأخر وقبل كده كان في درس وامتد الدرس لفترة فلا يندل على شيء انما يدل على حبهم لكلام الله وكلام رسوله الامين صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمهم لكلام الله ورسوله الامين عليه الصلاة والسلام في وقت بيقى الناس بيلعبوا في الدين وبيستهزي ابي الدين وبيسخروا من الدعاة الى الله عز وجل فاولا نحن نحبهم في الله سبحانه وتعالى ونسأل الله ان يثبتنا وإياهم على الاستقامة وان يجمعنا بهم في اعلى الجنان برحمة منه وفضل انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وبعد في دقائق معدودة نقم مع حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه احمد في المسند وابو داود والترمذي وابن معج وغيرهم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة وستفترق امتي هذه على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما عليه اليوم أنا وصحابتي هذا نص الحديث وحديث الفرق يا إخوة حديث مشهور رواه جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث ابتدأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بقوله افترقت وافترقت من الفرقة والتفرق في الدين أمر محرم يا إخوة يعني كون الإنسان المسلم بعد أن رضي الله عز وجل له الإسلام دينا وأمره أن يعبد الله بوصفه مسلم يترك مسمى الإسلام يسوي له دريبات وطرق وأحزاب وجماعات هذا الأمر محرم في شريعة الله سبحانه وتعالى لنصوص كثيرة نذكر منها مثلا قوله تعالى كما في سورة الشورى قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والتفرق في الدين يا إخوة أمر محرم في سائر الشرائع في سائر الشرائع مش شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحسب بل في جميع الشرائع نهى الله عن التفرق والتحزب في الدين قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأنا في الحقيقة قبل فترة قريبة قلت والله نفس الكلمات دي في مسجد في حي العرب وتعري المسجد بتاع ختمية والطرق وما أكثر الطرق لا أكثرهم الله سبحانه وتعالى قلت نفس الكلام ده ممنوع الناس تتفرق وتعتصم بحبل الله جميعا وذكرت الأدلة على ذلك والله باب نطى عليه زول قال ليك قوم إنت زول بتعفدنا دفرك 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 لحقوني الباب زي ما قال أخونا شيخ أحمد أسي في الدرس دفروا لحقوا الباب أنا والله الحق دفرك دفرك لحقوني الباب الزول يا إخوة اللي بقول الناس تعتزل الفرق والأحزاب والجماعات وتعبد الله بوصفك مسلم ويذكر الأدلة وأن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دفقولوا عليهم زول بتعفدنا والله صحيح ناس مرضانين يا إخوة ناس مرضانين بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى قام قال لي أعمامك كبار أغلب قال لي أظل ده مسجد بتاع ختمية ما شايف العلم العلم تارنه كان ده سنه ده سنه ورى المنبر قال لي هذا علمنا وكلامكم ده مش يقولوا في محل تاني وده كلامنا نحن وإلا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والقوم بيتهمون بإننا منفرين وهم أكثر الناس تنفيرا والله الذي لا إله غيره وبيتهمون بإننا بنكفر الناس وهم أكبر الناس الذين يمارسون التكفير عينا وإلا يا أخوان الزولة اللي بيقول البنادي غير الله كافر بالله والبيقول اللي بيعتقد غير الله بيعلم الغيب مع الله كافر بالله ويذكر الأدلة ده ماه تكفير يا ناس ده زول ناصح أمين التكفير اللي بيقول فلان ولد فلان كافر ده التكفيري وهم الذين يفعلون ذلك في مسجد في حلتنا اسم مسجد الإمام الكساي في الفتيحاب قريب قبل ما يعدلوا الوقت يجروا الساعة يعني الكلام ده شهور قليلة ما أطول كانوا بيصلوا العصر الساعة أربعة ونص فأظنهم قلبوا لي أربعة وثلث وأنا ما كان عندي خبر جيت زي الساعة أربعة وثمانية وعشرين دقيقة لقيتهم صلوا معانا واحد مؤجر دكان داخل المسجد اسمه إبراهيم فقام قدمني ومعاه طلب كده من الخلوة خلوة بتاع الصوفية ولادات صغار لسه عقايدهم ما انحرفت فأنا تقدمت دارة كبر جوا ولادات من الخلوة أكبر من الولادات ده شوية قالوا ليه ما زول القدمتو ده كافر الصلاوة ما بتجوز والله فالجماعة طوال انصرفوا مني أكبرت أنا وأخونا إبراهيم بتاع الدكان ده برانا وبعد ذاك بنتلاقى قدام إن شاء الله عشان تعرفت التكفير منه والبكفر الناس منه والعدوان منه وبتاع الفتم منه والله صحي أجرم خلق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الطرقيون أسأل الله أسأل الله أن يقطع دابرهم أو أن يمن عليهم بالهداية فعلى كل ده لنا قدت الناس ما تتفرق في الدين دفرك 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 وقالوا زول بتاعفدنا وأغلب أغلب يكاد يجزم جزما بأننا نحن من أهل النار والله أسأل الطرقيين ده كلهم رأيكم فينو في الناس دي يقول ليك دي لها النار ساي ونحن رغم أباطيلهم وشركياتهم والبفعلاء دي ما قاعدين نحكم عليهم بالنار بنقول ليهم يا ناس الشي اللي بتسووا فوقوا ده منكر وده شرك وده بدعة وده ضلال وباب التوبة مفتوح للجميع وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل يعني كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب موسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيء الليل وبنقول لهم إن الله يعني يتوب على التائب بل ويفرح بتوبته شوف تعاملنا معنا كيف وتعامل معنا كيف وبعد أكسين للمجتمع إنه أن إحنا ناس غلظة وناس شدة وما أشبه ذلك على كل أنتم تمكرون والله يمكر لأوليائه ولجنده فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونعتمد عليه ونتوكل عليه أنت والله تمكر والله سبحانه وتعالى يمكر أنت تكيد والله سبحانه وتعالى يكيد وبعد ذاك تعرف على كل قاطعين الشكل أن إحنا من أهل النار وبعد ذاك أنت بتعرف أهل النار منه لا من تغة اسجوة قال تعالى كما في سورة صات وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار المجرم بقول الوهابي وين هو طبعا بيطلق علينا لفظ وهابي وذكرنا مرارا وتكرارا إنه ما في حاجة يسمى وهابي لكن لو مصير أي ووهابي فوقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار هم غادسين في النار جوا بيقولوا الكلام ده الوهابي وين الوهابي في الجنة يا مسكين فالله صحيح هرأيك لنو الوهابي في الجنة وين تغاتس وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار فتوب يا أخي الله سبحانه وتعالى يتوب عليك أن إحنا والله قلبنا ذا ما فوق حقد ولا غل عليك إلا بممارساتك وأفعالك وشركياتك وبدعك وضلالاتك متى ما تركتها ما في هنا غل وحقد وحسد وهوى في غل لكن غل مشروع بسبب أفعالك وشركياتك وضلالاتك أما إن تلغل بتاعك داء والله يكتب الله عز وجل لك به الأوزار وتلقاه على كل هذه كلها مقدمة وقد أطلت شيئا قليلا لكن لم لمطرف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم افتتح هذا الحديث بغيب يعني ماضي وختمه بغيب حاضر قال افترخت وختم بقوله وستفترخ افترخت لغيب ماضي وستفترخ دصيغة بتاعة استقبال وليس لأحد يا إخوة دي من أحكام الحديث أن يتحدث عن أمور غيبية إلا من كان في درجة نبي أو رسول يعني لو جاءنا بشر عادي ما يحاليه وإن كان في درجة عالية من الصلاح قال حدث كذا أو سيحدث كذا ده ما بنصدق كل كله بل نطالبه بالدليل والبرهان في دائرة قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وإلا فهو كاذب وإلا فهو منجم ففي ذو المجرم اسم بل الغايب أنا والله قبيل عجبني الكلام ده سمعت في درس المهم نصيحة لواحد من أخواننا واحد مجرم اسم بل الغايب فالآن بيجيبوه اتنطط في صفحات الصحف والإزاعات وعلى شاشات التلفاز بل الغايب يعلم الغايب ويخبر عن أمور غيبية والناس مبسوطين ذو الواحد داري كفر بالبني آدم ده مافي وكونك ما تكفر ببل الغايب وأمثاله والله أنت لم تؤمن بالله أبدا يا ذو الاددين ده والإيمان ده ما بيكتمل إلا أن تكفر بالطواغيط كلهم ذو الالقال بيعتقد ذو الالقال بيعلم الغايب تكفر به تكفر به كيف يعني تعتقد أنه ضال ومضل ولا يعلم شيئا من الأمور الغايبية أبدا ذو الالقال نادو ندى ضال ومضل تكفر به وتعتقد أن الندى حق لله وحده لا شريك على كل افترقت اليهود وهم أتباعوا موسى وهم أتباعوا موسى على ثنتين وسبعين على إحدى وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة باختصار شديد الفرق الواحدة التي ولجت الجنة هم الذين وحدوا الله وأطاعوا موسى شوف أي أم ربنا رسل لي رسول الفائز والناجي هو الذي وحد الله وأطاع الرسول الذي أرسله الله من لدى النوح كأول رسول بعثه الله إلى البشرية وإلى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وخاتمهم الذين بعث الله لهم نوح وحدوا الله وعبدوا الله على طريقة نوح الشيل قال لهم نوح سووا سووا والقال لهم ما تسووا ما تسووا هؤلاء هم الفائزون وهم أهل الجنة قطع شك وهكذا الحال الذين بعث فيهم موسى وحدوا الله وعبدوا الله على طريقة موسى هم أهل الجنة وهكذا الذين بعث فيهم عيسى وحدوا الله وعبدوا الله على طريقة عيسى هم أهل الجنة ثم ختم وقال وستفترق أمتي هذه على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال الصحابة ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاقوا حرص الصحابة يا إخوان على الخير وإنهم ما عندهم زمن للجدال والمراء وكترت النقة لا من أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ما قالوا كلمنا على الاثنين وسبعين فرقة ما عندهم زمن قالوا بس ورنا الصفات بتاعة الفرقة الناجية ونحن ما لنا غرض بل اثنين وسبعين فرقة وفدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هنا يجيك زول حركي ولا زول أخو مسلم ولا زول مرضان ولا زول حزب إليت ويعجم في الكلام ويحاول يتكلف البلاغة ويجيب له ألفاظ منمغة ويتكلف فيها ويتكلم قريب ساعة أو ساعة ونص ما تفهم منه ما تفهم منه ما تفهم منه دار يوصل لك يأتي معلومة ما تعرفا لكن الصحابة هم دائما وعبدا سباقون إلى الخير فقالوا أخبرنا عن الواحدة فقال ما عليه اليوم أنا وصحابتي ودي آخر جزئية بنكيف بيا ونقتم إن شاء الله الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمي طائفة بعينها عشان ما يجيك زول يقول لك نحن الناجون وأنتم الهالكون والفرغة بتاعتنا هي الناجية والبقية في النار النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الأمر بأوصاف معينة ودي رحمة للمسلمين كلها للناس اللي بعرفوا بيفهم علق الأمر بأوصاف معينة قال ما عليه اليوم أنا وصحابتي هم أهل الجنة وهم الناجون وهي الفرقة الفائزة والمفلحة ليه لأن الفرقة دير كلهم يا أخوة بالدعو إنهم كتاب وسنة حتى الشيعة يقولون نحن كتاب وسنة لكن البفرق أهل الحق وأهل البصيرة من الفرق دير كلهم إنهم كتاب وسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما بغية الفرق الفرق والأحزاب والجماعات فكتاب سنة بفهم الشيخ الفلاني أداك كتاب سنة بفهم الدكتور العلاني أداك كتاب سنة بفهم البروفوسير الفلتكاني وما أجبه ذلك وكلهم ضالون والله الذي لا إله غيره بحسب درجات ضلالهم أمسك الصوفية مثلا بنجر في الآيات يا إخوان أنا ذلك اللمني قالوا بيستدلوا على الرقيص واللعب بتاع بقوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم شفت قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم قالوا دي فوق دليل على الرقيص والتمايل يمنةً ويسرى فدأ كتاب أسنة بفهم منه شيوخ الصوفية وهذا هو الضلال قدال بن خزل والله في وقت الخزلان فوق صاب وإلا إذا رجعوا إلى التفاسير المعتمدة وأرادوا الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عرفوا إن الآية ما عنده علاقة بين الطيط يا أخي بالله عليك استغمد عيونك أنت تتخيل أبو بكر الصديق يذكر الله سبحانه وتعالى وهو يتمائل يمنةً ويسرى والله لو بتتتخيلوا بعمل كده أنت والله أنا أشك في إيمانك أصلاً خليك من إنك مبتدع أشك في أصل إيمانك ولو بتتخيل إنه عمر رضي الله عنه يذكر الله وهو بلف كده زي القرقور وي داق الواطأ أنا والله أشك في أصل إيمانك فضلاً عن أنك مبتدع الآية يا إخوان ما عنده علاقة بين اللف والدوران اللي بفعلوا القوم ده والكلام بناسبته أن هذه الفرق كلهم يقولون كتاب سنة لكن البميز دعاة الحق إنهم كتاب سنة بفهم الصحابة فإحنا رجعنا لتفسير الآية فلان عن فلان عن عبد الله بن عباز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نحن نعبد الله على نور وبصيرة فلقينا الآية نذرت بتمدح صحابي جليل وهو اسمه منع الشيخ الصحابي الذي كان مريضاً بداء البواسير النازل شاطحين ما سامعين الصحابي الذي كان مريضاً بداء البواسير وهو منو يا ناس سبحان الله طيب نزرت في صحابي جليل كان مريضاً بداء البواسير فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والزول المريض قال عنده بواسير يا أخوان لا من يركع الركوع صعب عليه ولا من يسجد السجود صعب عليه فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له لأنه دين ندى ساهل ويسير يا جماعة والله أي زول يفهم الدين الإسلامي فهم صحيح يعرف تماماً إنه دين ساهل ودين يسير ودين يعني أنت تفخر بيه وتعتزى بيه أما أهل البدع والضلال نسأل إلى هذا الدين ما ليس منه فشوه صورته فنسأل الله يعيننا على كشف أباطيلهم وعوارهم فعلى كل الصحابي أنا لسه ما جاني فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لو بتقدر تصلي واقف صلي لو ما بتقدر صلي جالس لو ما بتقدر صلي وأنت مطجع على شقك ففعل ذلك فأنزل الله الآية تمدحه الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم فهذا نموذج نموذج تاني فرغة تانية كفروا أهل الإسلام وفهموا آية فهماً مغلوطاً والآية قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون دي فوق تفصيل يا إخوان ده ما لا 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 يعني موضع بسط هذا الكلام لأننا نحن في عجالة ونطولت زاتي أكثر من العجالة المقصودة فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بالإسناد عن عبد الله بن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه ولكن هو كفر دون كفر بل بلغنانا واحد من الحزبيين والمرضانين وأهل البدع قال اسمه مدثر أحمد إسماعيل قال لا من يذكر الآية دي احتج عليه زو السرفي قال قبل ما يبدأ الكلام قال بيقول له أو أكتق لي ابن عباس قال والله صحيح أها طيب ما أقول لك ابن عباس قال أقول لك من يعني أقول لك الحبر يوسف نور الدائم قال ولا شني يعني فدالي يا إخوان ما بيوقروا كلام الله وكلام رسوله ولا يعظمون كلام صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فعلى كل نموذج آخر ودى دكتور اسم عصام أحمد البشير أحمد هنا أداو كفين وأنا بديه كف ثالث قبل ما نمشي دا قال الناس يعني عادوا يوالوا اليهود والنصارى عادي ما فوقها وربنا سبحانه وتعالى يا إخوان في مواضع كثيرة في كتابه الكريم حرم علينا أن نوالي اليهود والنصارى وأعدائه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء دوق في لازم ميم كيف؟ فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية فعصام أحمد البشير جاءب آية لكن ما فيهما بفهم الصحابة فيهما بعقله قال فإن الله يقول وإلى عاد أخاهم هودا قال دي فوق دليل على إنك توالي اليهود والنصارى لأن القوم بتاعين عاد كفروا به واستهزأوا به وأساءوا إليه ومع ذلك قال الله بشانهم وإلى عاد أخاهم هودا ودازل مبطل بتاعشبهات ساي وإلا فالأخوة المقصودة في هذه الآية وغيرها الأخوة بتاعت البشرية والإنسانية يا إخوان دا المقصود وأما الأخوة الذهب لا عصام أحمد البشير وغيره من أهل البدع وهي أخوة التوادد والتعاطف والتراحم فقد حصرها الله عز وجل في عباده المؤمنين قال تعالى إنما المؤمنون إنما دي عداد حصر يا أخ إنما المؤمنون إخوة فالأخوة بتاعت التوادد والتعاطف والتراحم محصورة في المؤمنين فيما بينهم وحسب أما ديك ما في كلام زيدا على كل أنا ذكرت أنه زجين ثلاثة وهذا حسبه لأنه نازل يا أخوان دا يطعن بيجاي ودا يطعن فينا باسم الجهاد بيجاي ناس سروريين برضو قادل لنا أضاننا ما بتحبوا الجهاد وما بتتكلموا في الجهاد إخوة تجيتنا من وين إحنا الصوفية ما انتهينا منهم جائزة أني لنا في أضاننا الليل والنهار ولو قبضت والله قلت له يا شيخ تعال أذكر لنا الجهاد فرضعين وله من الواجبات القفائية مع ذكر الدليل ما في جواب طيب متى يتعين الجهاد مع ذكر الدليل ما في جواب ما هي شروط الجهاد مع ذكر الدليل ما في جواب ما هي الحالة التي يجوز لك أن تفر من العدو فيها مع ذكر الدليل ما في جواب طول جاهل بس ضال ومضل وان الجهاد لا يقوم على فتاوي الجهال امثال هؤلاء وانحنا والله لا بنتسخن باب نكتر الكلام بس بنخد يدنا في الزنات وجب خانتنا رش والله صحيح ده الناس مرضانين بتاع اناشيد وبتاع دلاليك زي القوم ديك والله صحيح البدع ده طرق واحد زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيمي عليه رحمة الله قال الكفر شعب مثل الايمان بعضها اغلظ من بعض فده طريقة واحد يا اخوان شفت السروريين القاددين اضنان بالجهاد وهم اتصويرين انا احنا جبنة بالله عليكم يا اخوة اذا كان السل في جبان تاني الشجاع منه انا والله ادي رسالة برسل لك يا سروري امبتدع اذا كان السل في جبان تاني الشجاع منه والله اذا كان السل في جبان ما في شجاع على ظهر الارض كل كل انت زال دلوك وبتاع ناشيد بس شغلة سخرت بعد كده دارين نختم قد تسمع بعض الالفاظ التي فيها شيء من الشدة والغلظة لكن للناس اللي بيستاهلوها فده الشغلة مناشيدنا سامعهم خندقي قابري وقابري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي شوف تشاهد على نفسه براه والله يصحي والزناد بتاعك ده ما هينطق كل كل انا ابشرك الزناد بتاعك ده ما بينطق لا من تقوم الساعة لانك زول جعجاع وهن بيقولوا السواي ما له يا جماعة السواي ما حدس اما ان احنا الشغل لا من تسخن يكون في جهاد جد جد ما في اناشيد ما في دلاليك ما في كلام طوال زناد رش الف والله صحيح ونقول كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا ادقوا الدلاليك اعملوا اناشيد يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ايما شين وقال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين على كل صفات الفرقة الناجية ان يكونوا من اهل التوحيد ما ينادوا غير الله ما تكونين عندهم عقيدة في غير الله بيعلم غيب غير الله بالدجنة غير الله بينفع بضر تعلق تميما ما اشبه ذلك وان يكونوا من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعبدون الله الا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودش الله نحن البنحزاليو الاتباع بتاعنا الطرق دال زول ذليل وما اكلين قريشاتو وغاشنو ونحن دارنا سوق من الذل دي نعم قويس اي باختي دارنا فك من الذل والضلال الفوقد الى نور الله سبحانه وتعالى والى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معادننا ومشتمننا ومبشتنننا لكن امام اقوامهم اما نحن والله فلله الحمد والمن والله قوة في دعوتنا وقوة في ابداننا وقوة في لكماتنا والميادين بتشهد ان شاء الله واذا مد الله في الاجال نلتقي وتتواصل هذه الحلقات اسأل الله ان يوفقني وياكم لمرضاته انه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله خيرا لحسن للسماء اسأل الله يجعل هذه المجالسة في ميزان حسنات الجميع انه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته